السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتكم وصفة سريعة وصفة اليوم عبارة عن وصفة جد فعالة للتخلص من الإساءال وكذلك آلامه هذه الوصفة جد فعالة فهي بسيطة جدا ومفعولها قوي في نفس الوقت كثيرا ما نلجأ إلى الأدوية لعلاج الإساءال وفي بعض الأحيان تكون حتى هذه الأدوية بدون جدوى والحل موجود في كل بيت فصير هذه الوصفة يتكون في هذا المكون السحري العجيب ذي فوائد الكثيرة والمنافع العجيبة هذا المكون هو الزعتر هناك أنواع متعددة من الزعتر سوف نستخدم في هذه الوصفة أي نوع من الزعتر متوفر لديكم فله مناثع قوية في علاج الإساءال وكذلك أوجاعه ولا ننسى أن هذه الوصفة أيضا مناسبة لأوجاع الدورة الشهرية كذلك فمن مكونات هذه الوصفة هو الزعتر سوف نستعمل ملعقة من الزعتر في كوب وسوف نغمره بالماء الساخن بسم الله على بركة الله سوف نضيف الماء الساخن ثم سوف نقوم بتغطية هذا الكأس للاستفادة من الزيوط الطيارة التي توجد بالزعتر وكما تعلمون فللزعتر فوائد عديدة فهو من أشهر الأعشاب المستخدمة في عالم المضادات الحيوية كما أنه يقوي الداكرة ويعالج مشاكل عسر الهضم وسوف أترك لكم في صندوق الوصف وصفة جد فعالة أيضا أستخدم فيها الزعتر في علاج التهاب الحلقي واللوزتين سوف أترك لكم الرابط في صندوق الوصف بعد مروري عشر دقائق تقريبا سوف نقوم بتصفية هذا المشروب ونقوم بتناوله على الفور هنا قمنا بتصفيته الآن أصبح جاهزا للشرب صدقوني لن تحتاجوا إلى كوب بعضه فقط هذا الكوب سوف يخلصكم من أوجاع البطن والإسهال على الفور وكما اعتدتم دائما في قناتي وصفاتي سهلة بسيطة وفي نفس الوقت لها فعالية قوية لجميع المشاكل التي نواجهها في حياتنا اليومية فالمرج منكم مشاركة هذه الوصفة على أوسع النطاق لكي تعم الفائدة فهي صدقة جارية سوف تخلص أحدا ما من الآلام كما تخلصت منها في يوم من الأيام أتمنى أن تقوموا بتجربة هذه الوصفة ومشاركتها مع أصدقائكم لتعم الفائدة ودمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته